بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر سيفن بارت سري details of reinforcement for solid slabs بنتكلم هنا على details بتاعت حديد التسليح في حالة البلاطات اللي هي الone way الone way solid slabs واحنا عارفين الone way بيبقى الحمل اللي عندي دي لو بلاطة يبقى ده الحمل رايح في الاتجاه القصير وبالتالي التسليح اللي عندي كله حيبقى في الاتجاه القصير طبعا بعد ما مثلا ده simple beam أو simple slab لها moment الشريحة ديت لها moment المومنت دوت بيبقى فيه positive moment وفيه negative moment في الحالة ديت عندي طريقتين للتسليح لإما نستخدم الstraight bars أو نستخدم البنت bars ايه الفرق بينهم؟ هنا مفيش تكسيح بمعنى أنا محتاج الحديد اهو الحديد بتاعي بكله بيبقى straight ده مطلوب عشان مقاومة العزوم المجابة ده الحديد المطلوب عشان مقاومة العزوم السلبة يبقى في الحالة ديت بيبقى عندي straight bars لمقاومة المومنت في الاتجاه بتاع البلاطة طبعا هنا في الحالة ديت أنا استخدمت هنا في الحالة ديت ما يسمى بالpent bars او الحديد المكسح يبقى نص الحديد بياخده straight النص التاني بنعمل فيه تكسيح ليه؟ علشان ترفع الحديد ويبقى موجود في الطبقة اللي فوق علشان يقاوم negative moment اللي موجود عند الصبور طب ده الحديد اللي هو بنسميه الحديد الرئيسي اللي هو مطلوب عشان مقاومة العزوم الاتجاه التاني اللي هو لان التسليح بيبقى عبارة عن شبكة بنستخدم secondary steel اللي هدف منه مقاومة shrinkage اللي بيحصل فيه الخرصانة سواء هنا او هنا طبعا الرسمة دي بيتوضح cross section في السقف ده السقف اللي عندك اوه ودي الكاميرات اللي موجودة ده الحديد اللي هو بيتكرر عندك في الاتجاه بتاع المومنت دي الشبكة بتاعة الحديد اللي هو shrinkage bars نفس الكلام هنا انه ادي السقف اللي موجود وادي الكاميرات بيبقى عندنا ده الحديد الرئيسي وده الحديد اللي هو عمودي عليه لمقاومة shrinkage طيب بالنسبة لتقطيع الحديد عندي في بعض الرولز اللي بتحكمني ايه هي انه نص الحديد عندك لو انا بستخدم straight bars نص الحديد بيبقى مستمر والنص بيبقى مقطوع بتعمله cut off طب المسافة اللي بتقطع فيها هي عبارة عن خمستاشر من مية L و L المقصود بيها هي اللسبان يعني هنا ده اللسبان دوت L واحد هنا ده الاتنين طب عند الصبورت الخارجي بيبقى واحد من عشرة اللي هو اللسبان اللي انا اشغال عليه هنا في الحالة دي L واحد هنا الاتنين طب بالنسبة للحديد العلوي المطلوب علشان اقاوم المومنت اللي عند الصبورت بيساوي كم المسافة ديت بتبقى تلت البحر المسافة ديت بتبقى ربع البحر طيب بالنسبة للمومنت اللي موجودة عند الصبورت الخارجي بنقول المسافة هي عبارة عن اتنين من عشرة L اللي هو اللسبان الموازي المسافة ديت هي المطلوبة بحيث ان يبقى طول السيخ تقدر تحسبه لما تيجي تحسب بعد كده حساب كميات عشان تعرف الحديد المطلوب للسقف كله كام طيب في حالة البنت بارز بنلاقي الحديد المكسح عندي بيدخل تلت وبيدخل من هنا تلت البحر طيب المسافة ديت كام واحد من عشرة هنا واحد من عشرة المسافة اللي هي بداية التكسيح هي اللسبان على اربعة ومن هنا برضو اللسبان على اربعة يبقى ديت اللي بتحكمني وانا بقطع في الحديد سواء كان في حالة الستريت بارز او في حالة البنت بارز اللي هي الحديد المكسح والحاجات دي مهمة جدا لانك تقدر تحسب طول السيخ بعد كده ومنه تحسب الوزن وتقدر تحسب كميات الحديد المطلوبة للسقف اللي عندك اشتركوا في القناة